بسم الله الرحمن الرحيم الشكل اللي انتم شايفينه ده هو شكل الهالة التقريبي حوالين الملاحدة هتلاقي كده الاموجي بتاع الجن والشياطين اشكله الو quatro ها ده كده شكل الاموجي حوالين الملاحدة بهذا الشكل بالظهاب نفس الشكل ده سبحان الله يا شيخ تلاقيوا بقى الشياطين ركباء الشياطين مبعبصاء الشياطين دخلا في جسمه الشياطين بطنطق على لسانه الشياطين بتتكلم الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة دي الآية رقم واحد الآية رقم اتنين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعطموهم فإنكم لمشركوه وهجب لكم صحة الآيات عشان تفهموا الأشكال الضلة بين تلكالب المعرس المخنثة دي العالي الملاح ده المراكيب ولد المراكيب المنكحين من الجن والشياطين يفتكروا بقى أن هما بيفهموا ويفتكروا أن هما فاهمين في كل حاجة ويقول لك بقى خلاص أنا تحررت من الدين بقى ومش عارف إيه وأنا بقيت متحرر وبقيت مش عارف إيه يقول لك أنا تحررت بقى من الدين وأنا بقيت متحرر وبقيت بتنجان وبقيت محشي وبقيت بطيخ هو يفتكر أن الحاد تحرر يعني ما يعرفش أن الشياطين نكحاه ليلة نهارا يعني الشياطين بتنكحوا ليلة نهارا والشياطين مبعبصا ليلة نهارا والشياطين دخل في تيزولينا نهارا وبعدين يقول لك ايه انا متحرر بقى من الدين ومن الحاجات الموروثة ومن الحاجات القديمة و او مي جود و انا بقى متطور ايش دخل التطور يا ابن الشرطوفة في انك تنكر الدين وفي انك تلحد يا ابن الشرطوفة ايش دخل التطور في الالحاد يا ابن الارحة ايش دخل الموضوع في الموضوع ايش دخل الموضوع في الموضوع الشياطين ما بعبساك ودخل في هالتك ودخل في جسمك فتلاقيش الملاح ده تحرجهم الشياطين وملابيس من الشياطين الشياطين مبعبصهم للنها لو لو انكم انتو ملابيس ولو لو انكم انتو انجاس وملاعين وهواكم نفسه هو الشياطين نكنتش الشياطين باعبصتكم لكن هي الشياطين بتبعبصهم ودخل فيهم بسبب الوساخة وقلة الادب والسفلة اللي فيهم فهو جسمه محاط بهاله شيطاني هاله كده الشياطين عاملة حواليه دايرة كده في صورة كده حلوة الواحد لازم يحطها الشياطين عاملة حواليه دايرة كده تحيطه من كل الجوانب انت فاهم تحاوته من كل الجوانب كده ويبتدي بقى يشكك في الدين ويشكك في الله ويشكك في الرسول ويشكك في كل حاجة ويتهم ويطعن ويسبه ويلعن ويكفر ايش الهدف من الموضوع الهدف من الموضوع انه يطلع بقى من عباقة دي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من التبعك من الغاوي دي الاية رقم ثلاثة اللي انا لازم اكتبها طيب وبالتالي يجي اخونا في الاسلام يخبط ويهري ويحشف المحشي ويفصر الكرآن على مزاجه وإلا بالغصب عايز يشتغل شيخ وإلا بالغصب يفسر الدين كل يوم تفسير جديد وفيلمه وشغلانة وشغلانة بنت كل خاصة لما يجيك واحد ملعون صلايب من العيال الملاعين طوالع الجوزاء ولا كمر الجوزاء دول الملاعين دول دول CAD ран ملا لاربالدين كده كل يوم كده كل يوم وألا عنده مشتري العزراء وألا عنده مشتري الجدي وألا cuatro هو الملحد. هو يفتكر بقى ان هشن ما بنفهم انا يا vistoما وبنفهمESE وان احنا مش عارفين حاجه وانن احنا يعني مش شايفينه وان احنا مش متعقبينه ولا نعرف حاج عنه ولا ان احنا عندنا مخ وان دماغ وهو يفتكر ان هو زكي يعني ايه المشكلة فين؟ مشكلة ان الملحد المركوب المنكوح يفتكر ان هو زكي طيب يا عم الملحد المركوب المنكوح انت افهم انه احنا يعني شايفينك وفاهمينك وعارفينك وشفناك وقابلناك وبنشم ريحتك على بعد 600 ألف كيلومتر وعارفينك انت ليه بتتلولو وبتعمل زي التعبان وتفتكر نفسك ناصح وتفتكر نفسك جديد وتفتكر نفسك حاجة ما حد شافها قبل كده وتفتكر نفسك ان انت جبت الدب من دول يا ابن الشهرطفاء هم دول هم دول المناكيح الملاكيب من الجن والشياطين فليه النهار هنتكلم عن ولاد الحرام دول اللي بيطلعوا بيظهروا لنا كتير في حياتنا انا معرفش ولاد الزينا دول بيختاروني بالاسم يعني هم عارفيني وبيختاروني بالاسم هم الشياطين تبع بصهم وتجيبهم لي يعني هو يجي الشيطان يبع بص الملحد والملحد يجي يتكلم معي التفسير الطرف الاول هو الشيطان يرسل لك الملابيس الملاح ده المراكيب من الجن والشياطين والمطبع بصين والمتخياطين من الجن والشياطين والمنكوحين من الجن والشياطين لنهار 94 ساعة وفي الاخر يجي يقول لك اه شفت انت احنا يعني احنا جايين لك هو شفت يعني يعني الشياطين تحرك اولياءه الشياطين تبعات لك الملاح ده يجي يشتتوك ويجي يشككوك في الدين ويجي يتكلموا ويجي يعملوا نفسهم فلاسفة ويجي يعملوا نفسهم بيفهموا هو عارف هو عارف ان فيه مشكلة طيب علاجك معروف علاجك معروف ومكتوب ومحفوظ ومفهوق العلاج هو صورة البكرة آية الكرسي تسمع القرآن تركب السماعات تسمع القرآن تسمع ركيا وانك تتعالج بالقرآن انك لين النهار تتمسك بالايمان والدين مش تروح تتمسك بالالحاد والزندقة والكفر والرقصات الرقصات مش هيعالجوك من المس اللي انت فيه ومش هيعالجوك من السحر اللي انت فيه ومش هيعالجوك من اللبس اللي انت فيه ومش هيعالجوك من ركوب الجن والشياطين لك فعشان تطلع من الدوامة الخروج من دوامة الالحاد والكفر والزندقة والملعنة والخناث اللي انت فيه لازم تفهم ان انت مركوب بداية ومبعبصينك ومخياطينك وانه انت ما تخيط وانه اللي انت بتعمله ده كله غلط وانه الهرق اللي انت بتهري ده ما منه فايدة وغيرك عمله قبلك كتير ويا كتر مجاح ملاحدة وكفر قبلك في التاريخ ويا كتر مجاح اشكال ضالة قبلك في التاريخ من ضمنهم هتلر وستلن والشيوعيين والماركسيين والينين وكرا بس في التاريخ عن الكفر اللي في التاريخ غرف ده وماتوا الى مسبلة التاريخ وبقي الدين وبقي الاسلام وبقي القرآن وبقي حفظة كتاب الله الى ان يشاء الله الى ان يشاء الله ان القيمة تقوم تلك حكمة الله فاللي انت بتعمله ده هرق ما منه فايدة فهدد ازك شوي فحنا بس بنحب ايه بنبعت رسائل للانجاس اللي عمدي في اليوتيوب واني بس ايه عشان نبطلوا النجاس لان يعني صراحة نجاستهم غطت اه غطت الحدود وغطت الافاق وما حتفضيلهم ولد الاحبة دول اللي بعده اللي بعده